موسيقى بسم الآب والابن الروح الكدس الإله الواحد أمين اليوم الثالث من شهر طوبة المبارك تذكار قتل أطفال بيت لحم حينما يكون ظلم الإنسان أعلى بكتير من استعاب البشر تكون مراحم الله أكبر من ظلم الإنسان مراحم الله أعلى بكتير عشان كده الكنيسة بتقدم لنا أن هناك ظلم في البشر أن هناك متاعب أن هناك عدم دراية بفرحة الإنسان الأخي هناك عدم دراية بأن الإنسان دائماً غير مستقيم في فكره رسالة أنه البشر بيخافوا على مراكزهم بيخافوا على ما يملكون أو علشان كده ممكن يخطئوا في حق أنفسهم أولاً قبل ما بيخطئوا في حقوق الآخرين رسالة أنه هيرودس لما سمع أن المجوس سخروا منه وذهبوا في طريق أخرى ولم يرجعوا إليه أرسل وقتل أطفال بيت لحم من ابن سنتين فما دون يعني كل الأطفال اللي كانوا أقل من سنتين علشان يتأكد أنه قتل المسيح من بينهم قد تستطيع أنك تقتل أطفال بيت لحم ولكن لن تستطيع أن تقتل كلمة الحق تقدر يقدر الإنسان يسيء إلى آخرين بسبب خوفه بسبب خوفه على مركزه ممكن يسيء للآخرين لكن مش بتقدر أبداً تقتل صوت الحق تقتل مراحم الله تقتل حياة للعالم كله خلي بالك أن مراحم الله واسعة لكن كثير من الأوقات محدودية الفكر البشري من خلال أنه بينحصر في احتياجاته الشخصية خوف هيرودس لم ينقذه مات هيرودس ودفن أما كلمة الحق المسيح إلهنا عاش وانتشرت رسالته وانتشرت كلمته عشان كده خلي بالك كثير من الأوقات في خوفك ممكن تأذي وفي خوفك ممكن تتعب بس بتأذي نفسك أولاً وتتعب نفسك أولاً حتى ولو أن آخرين قد تم قتلهم معنوياً بسبب خوفك إلا أن الله قادر أن يقيم فرحة لهم رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين صوت البكاء سمع في الرامة أوعى تكون بسببك صوت البكاء يسمع في محيط حياتك ربنا يعطيك نعمة وبركة ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الآبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر